اشتركوا في القناة لكنها تظل صغيرة عنده جوال ذكي عمره سنة ونص وعنده لابتوب من نوع كويس مش رخيص لكنه مش غالي احمد ابن لابو موظف متواضع في شركة تجارية براتي متوسط وعيلة احمد ساكن في شقة متوسطة الحال في حي متوسطة الحال في وسط جدة احمد نموزج لطالب عادي من الوسط السكاني الطبيعي والافتراضي احمد يعيش حياته بشكل جيد لكنه يعيش حالة غير جيدة من عدم الرضا عن حياته ووضعه يوم من الايام كان ماشي عن المسجد هو وجده وصارحوا بالموضوع قلوا جده يا ابني الموضوع بسيط جدا فيامنا كنا لما نطفش من وضعنا نقول لنفسنا هي الحياة كده وتستمر الحياة بشكل مقبول لله الحمد كان عندنا رضا وقناعة انتم مدحين كل ما طفشتوا من وضعكم تفتحوا الجوال وتشوفوا البرامج هذي اللي تحسسكم انكم لوحدكم زهقانين من وضعكم وباقي الناس مبسوطين اللي مصور نفسه هو مسافر واللي مصور سيارته الجديدة واللي مصور بيته الجديد واللي مصور حفلة عيد ميلاده غبيعة حتكون مش راضي عن نفسك ما دام عيونك مفتحة لهذا الجوال الكلمتين السوشال ميديا ممكن تقنعك انك انت التعييس الوحيد في العالم وكل الناس مبسوطين ارجوك لا تستسلم لهذا الشعور وتذكر دائما نعمة الله عليك واشكروا على كل حال وفي امان الله كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين اشتركوا في القناة